يقول السائل ما حكم بيع العطور الكحولية واستعمالها وجزاكم الله خيرا الكحول خمر الكحول مسكر فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام الكحول مسكرة فإذا ثبت يقينا أن هذا الطيب فيه كحول إنه لا يجوز بيعه وإن كانت المسألة شائعة فقط يقال كذا ولم يثبت فالأصل الحل ولله الحم الأصل في الأطياب والعطورات الحل إلا ما ثبت يقينا أن فيه كحولا هذا حرام نعم أثابكم الله رجل أتى زوجته في نهار رمضان فما هي كفارة إذا أتى زوجته في نهار رمضان فهو قد فعل كبيرة من تبائل الذنوب عليه التوبة إلى الله وعليه قضاء اليوم الذي أفسده بالجماع وعليه وعلى زوجته كل منهم الكفارة وهي عدف رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فيطعام ستين مسكين مع التوبة إلى الله عز وجل